السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزء رقم 4 من الفصل السادس سنتحدث عن أنواع التفاعلات التي تتدم داخل الالكترو كيميكال سيل Reactions inside electrochemical cell as follows وهذه التفاعلات على النحو التالي التفاعل الأول وهو Oxidation Reaction بمعنى تفاعل الأكسادة أما التفاعل الثاني فهو Reduction Reaction أي تفاعل اختزال The Oxidation Reaction The Anode Reaction By Which Electrons Are Giving Up To The Electrochemical Cell أي أن في الOxidation Reaction أو تفاعل الأكسادة فأنه هي التفاعل يتم عند القد بالموجب حيث أن الإلكترونات تعطى إلى الإلكترو كيميكال سيل بما أنه قد بالموجب إذن يحدث عنده عطاء التفاعل الثاني أي أن في التفاعل الاختزال الذي يحدث عند القد بالسالب فأنه يكتسب إلكترونات من الخلية الكهرو كيميائية وهذه الإلكترونات التي اكتسبها جاءت من التفاعل الأول Examples أو أمثلة على هذه التفاعلات Hydrogen Electrode, Oxygen Electrode and Water Electrode في A لقينا أن الكبر فقد 2 إلكترون وتحول إلى أيوم موجب الـ 2 إلكترون تم اكتسبهم من كبل الـ Hydrogen وقدانا جزيء Hydrogen التفاعل الثاني الحديد فقد 2 إلكترون وتحول إلى أيوم موجب 2 إلكترون plus Oxygen and Water أدانا 2 جزيء من الـ Hydrode تفاعل الثالث بشكل عام مثل فقد إن إلكترون فتحول إلى أيوم إن إلكترون اكتسبت بواسدة الـ Hydrogen والـ Oxygen وأعطت 2 جزيء من الماء